الأصل يقول أهل العلمي الأصل بقاء ما كان على ما كان هذا الأصل أنتم توضي تبقى متوضيا إذا قضيت أنه هل انتقض الوضوء أو لم ينتقض الأصل الوضوء انتقاض الوضوء هذا وارد لكن ما تحكم بأن الوضوء قد انتقض إلا بيقين والعكس صحيح إذا كنت متيقنا أنك انتقض وضوءك لكن شاك هل توضيت أو ما توضيت تبني على اليقين هذا الأصل هذا القاعدة القاعدة بقاء ما كان على ما كان اليقين لا يزول بالشك أو اليقين لا يزيله إلا يقين وهكذا كلها تدور حول معنى واحد لكن الشاهدة من هذا أن هذا الإنسان إذا كان يكثر منه الوسواس فإنه لا يلتفت إليه لأنه يفتح عليه باب شر أبدا يتوضى وإن شك لا يلتفت إلى هذا الشك ويصلي ولا يلتفت لهذا الشك علما بأن الشك يقول أهل العلم الشك بعد انقضاء العبادة لا عبرة به يعني بعد أن أتممت الوضوء وإن تصلي شكيت في الوضوء وضوء صحيح ولا مصحيح لا تلتفت إليه وإن تصلي خلت الصلاة بعد ما انتهت من الصلاة قلتها تنا في ركعة ما سجت فيها إلا سجدة واحدة لا تلتفت إليه كل شك بعد انقضاء العبادة لا يلتفت إليه سجده إلا إذا كان يقينا بحيث تستطيع أن تحلف عليه تقسم عليه بالله أنه وقع هذا الأمر هنا يصير صار يقينا خلاص فالقصد أن هذه الوساوس من الشيطان رجوم من الشيطان حتى يصد الناس على الاستمرار في عبادتهم وطاعتهم لله تبارك وتعالى لا تلتفت أبدا إلا على العين ترجمة نانسي قنقر